اهلا بكم مشاهدين من جديد علقت منظمات أوروبية دعمها الخاص بمديريات الصحة في شمال السوري وبحسب مديرية صحة إدلب فإن المشروع الحالي لتمكين مديريات الصحة قد تم تعليقه من قبل المانح قبل يومين هذا ونددت الخارجية الألمانية باستهداف النظام وحلفائه للمنشآت الطبية وقتل عدد من العاملين فيها بالمنطقة المزيد في هذا التقرير القطاع الطبي في الشمال بلا دعم من جديد جاء ذلك عبر آلان عدد من المنظمات الأوروبية تعليق دعمها للمنشآت الطبية في شمال غرب سوريا وهو تعليق أكده بيان صادر عن مديريات الصحة في إدلب قالت فيه إن المشروع الحالي لتمكين مديريات الصحة قد تم تعليقه من المانحين موضحة أنها ستستمر بدفع رواتب الكوادر الطبية فقط ولا يبدو أن خيارات مديريات الصحة ستكون كثيرة لتأمين بدائل عن تعليق الدعم إذ ستلجأ إلى تنفيذ حملات مناصرة على مختلف الأصعدة كخطوة وحيدة من أجل إعادة تفعيل الدعم المعلق وذلك بحسب بيان مديريات صحة إدلب إعلان تعليق الدعم قوبل ببيان تضامني من قبل فريق منسيق الاستجابة في الشمال إذ عبر الفريق عن أسفه لتعليق الدعم وضحا أن ذلك القرار سيؤدي إلى توقف العمل في نحو 160 مركزا ومنشآة طبية في المنطقة وهي خطوة كانت قد اتخذتها المنظمات الأوروبية في كانون الثاني الماضي بسبب توسع نفوذ هيئة تحرير الشام في المحافظة قبل أن تتراجع عن قرارها بعد شهر تأتي تلك الخطوة بالتزامن مع حملة عسكرية شرسة يشنها الروس ونظام الأسد على إدلب ومحيطها منذ بداية شهر أيار الماضي والتي أسفرت عن مقتل وجرح مئات المدنيين وأخرجت عشرات المنشآة الطبية عن الخدمة وهو ما لقي إدانة واستهجانا من قبل الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش الذي أكد تعرض العديد من المنشآة الطبية لقصف ممنهج رغم مشاركة إحداثياتها مع الأمم المتحدة كما حظيت تلك الجرائم بإدانة شديدة من قبل وزارة الخارجية الألمانية التي أكدت استهداف النظام وحلفائه لمنشآة طبية تدعمها بلادها وأن تلك الهجمات أسفرت عن مقتل العديد من العاملين فيها ويرى مراقبون أن استمرار تعليق المنظمات الطبية الأوروبية لدعمها ومواصلة النظام والروس لاستهدافهما لتلك المنشآت سيجعل نحو أربعة ملايين ونصف بلائي غطاء طبي وهو ما ينذر بحصول كارثة طبية لا تعرف عواقبها للمزيد حول هذا الموضوع مشاهدين ينضم إلينا من أنطاكيا محمد حلاج مدير فريق مناسقه لاستجابة وأيضا مدير صحة إدلب من غازي عنتاب منذ الخليل أرحب بكم أبدأ معك سيد خليل في بداية هذا العام تم تعليق الدعم من قبل المنظمات بشكل مشاهد لما يحدث الآن وبعد قرابة شهر عادت من جديد المنظمات إلى تقديم الدعم وفق شروط محددة وضعات على حكومة الإنقاذ وهيئة تحرير الشام وتدخلاتها هل تم الإخلال بهذه الشروط حتى عادوا إلى قرارهم من جديد؟ أهلا وسهلا أختي الكريم محياك الله الحقيقة نعم أن الموضوع الأكثر أهمية بالنسبة للمنظمات المانحة بشكل عام هو عدم وجود أي تدخل في قطاع الصحة سواء كان من قبل الجهات العسكرية أو من قبل أي جهات إدارية يمكن أن تكون مرتبطة معها وهذا هو الموضوع الأساسي الموضوع الثاني والذي لا بد من تسليط الضوء عليه هو دائرة اهتمام صانع القرار السياسي اليوم في أوروبا اليوم كما تعلمين أختي الكريمة القرار هو قرار سياسي بامتياز وليس قرار تقني أو فني لذلك حقيقة لم يتم مناقشة هذا القرار سواء كان معنا أو مع المنظمات الشريكة وإنما كان على مستوى سياسي وبالتالي ما يحصل من توازنات وأضطرابات سياسية في أوروبا أو في البلدان الداعمة يكون له تأثير مباشر يعني هناك تخوف من الفرقاء السياسيين في أوروبا أن لا يكون هناك اتهام في يوم من الأيام لصانع قرار ما بأنه قدم داعم لمنطقة يوجد فيها تنظيم مصنف أو ما شابه ذلك فالموضوع مزدوج حقيقة شيء يتعلق بالأرض وببعض التدخلات وشيء يتعلق بصانع القرار السياسي حقيقة أستطيع أن أؤكد أنه على المستوى الرسمي لا يوجد أي تدخل حقيقي سواء كان من حكومة الأنقاذ أو من هيئة تحرير الشام أو من أي فصيل عسكري آخر وكل القطاء الطبي يدار بشكل كامل عن طريق مديريات الصحة والمنظمات الطبية الشريكة وهو قطاء ضخم جدا ومتماسك جدا حيث يبلغ عدد الخدمات الطبية المجانية في إدلب وحدها أكثر من 350 ألف خدمة طبية مجانية شهرية ولكن ما يحصل أحيانا هناك بعض التجاوزات على مستوى يعني عنصر على مستوى أحيانا ما استوصف على مستوى نقطة طبية كما تعلمين أختي الكريمة اليوم نحن نعيش في حالة من فوضى الصلاح وفوضى في كل شيء يعني لا يوجد دولة ممكنة ولا يوجد قوانين حقيقية منافذة وبالتالي تحصل مثل هذه التداخلات أحيانا أو المشاكل في ظل الحرب وفي ظل القصف الذي تتعرض له المنطقة وبالتالي نتيجة حالة الهلع والخوف الشديد اليوم الموجود لدى المانح فإن أي تدخل حتى لو كان على مستوى طوافع شخصي يعني إذن المشكلة اليوم لدى المانح ليست فقط في إرسال الأموال إلى مناطق تسيطر عليها هيئة تحرير الشام يعني خشية من ما يسمونه تمويل إرهاب وما إلى هناك يعني هناك أيضا حضر على دخول المواد اللوجستية سواء سيارات أسعاف أو حتى أجهزة طبية أو حتى أدوية سيد خليل نعم يوجد مثل هذا التضيير حقيقة بدأ خلال الفتحة الماضية وما زال مستمر وحقيقة الموضوع المهم وهذا ما قلناه سابقا ماذا يعني تدخل في القطاع الصحي ماذا يعني إرهاب لأنه حتى أحيانا على مستوى التواصل الشخصي عندما يتم تواصل على مستوى واتس أب أو على مستوى شخصين كما تعلمين اليوم في سوريا قد يكون في نفس العائلة شخص ينتمي مثلا لهيئة تحرير الشام وآخر للجيش الحر وثالث قد يكون يعمل لدى النظام وبالتالي لا يمكن حقيقة تعريف التدخل بهذا المستوى الغير منطقي وهذا المستوى حقيقة السيء بالنسبة لنا فالمجتمع السوري بالنتيجة مجتمع متداخل ولا يمكن فصل مكونات المجتمع عن بعضه البعض نعم سيد حلاج أصدرتم اليوم كفريق منسقوا على استجابة بيانا حول تأثر القطاع الصحي بما يحدث من وقف التمويل ما هي نسبة تعطيل القطاع الطبي الآن بعد وقف التمويل هل يمكن أن نعتبر أن الخدمات الطبية ستنقطع تماما من هذه المنطقة مساء الخير سيدتي ولضيفك الكريم والسادة المشاهدين بداية تلقينا بأسف شديد إيقاف الدعم المقدم من قبل الوكالة الدولية التعاون التقني أو ما يعرف بمنظمة جي اي زيد الألمانية إيقاف دعمها عن أحد المشاريع الصحية أو ما يعرف بحوكمة القطاع الصحي من خلال إيقاف الرواتب الكوادر الإدارية صراحة هذه المرة الثانية خلال هذا العام من خلال إيقاف هذا الدعم المقدم وهذا الشيء يشعرنا بقلق شديد حول مصير القطاع الطبي والصحي في المنطقة يعني في المرحلة الأولى عندما تم إيقاف الدعم تم إعادته بشروط لكن هذه الشروط كانت متحفة في حق القطاع الصحي واليوم يعود القرار الصادر من إدارة المنظمة في برلين بإيقاف الدعم مرة أخرى هذا الأمر يشعرنا بقلق شديد جدا حول هذا الأمر صراحة خلال الساعات الماضية الخارجية الألمانية أصدرت بيان السنكار حول استهداف سلاسة منشآتها التي تمولها أو بالأحرى في المنطقة هذا الأمر يعطينا هواجس كبيرة وخاصة في ظلح عملة النزوح الهائلة نقول اليوم تجاوزت أعداد النازحين أكثر من 100 ألف عائلة حتى الآن أعداد المصابين تجاوز الثلاثة آلاف هؤلاء المصابين أين سيتم علاجهم في حال تم إيقاف القطاع الطبي أو إيقاف الدعم عنهم هل لديك إحصائية حول أعداد الأشخاص الذين تخدمهم هذه المؤسسات الطبية التي ستتوقف؟ نعم الخدمات تقدم إلى كافة سكان مناطق شمال غرب سوريا وكنا قد أصدرنا إحصائية سابقة حول عدد السكان المدنيين الموجودين يعني اليوم أي شخص موجود هو معرض لتقديم هذه المساعدات الطبية بأي لحظة يعني وخاصة في هذه الفترة الحالية دعينا لا نتكلم عن الأمراض المزمنة والأمراض الأخرى نتكلم عن الإصابات الحربية اليوم هناك تضييق شديد من خلال إيقاف الدعم من خلال إيقاف الخدمات الطبية في حال تم اعتماد القرار القرار حاليا لن تتضح الأمور بشكل كامل لدينا حتى بعد ثلاثة أيام حتى نعرف ما هي هذا القرار المقدم من قبل المنظمة نعم سيد خليل ما هي البدائل المطاحة لو توقف الدعم بالفعل؟ يعني لو كان القرار بكل تفاصيله يصب في إيقاف الأموال بشكل كامل؟ نعم القرار مبدئيا صدر وهو قيد التنفيذ ويعتبر تعليق المشهور عبارة من 10 سبع 2016 وحسب الاتفاقية وحسب السياسات المتفق عليها بيننا وبين المؤسسات المانية حتى نستمر بدفع الرواتب لمدة ثلاثة أشهر وبعد ذلك لا يوجد اتفاق بيننا يعني لا يوجد أي شيء جديد إن لم تتغير الأمور البدائل حقيقة الموجودة لدينا بالنسبة للخدمات الطبية التي يتم تقديمها عن طريق مدرية الصحة إن شاء الله نعمل على إيجاد بدائل من خلال توزيع المشاريع على منظمات أخرى وقد بدأنا حقيقة بتوزيع بعض هذه المشاريع وأمننا تمويل لأحد أهم المشاريع وهو مشهور نظام المعلومات الصحة ونحن نصل لتأمين تمويل لبقية المشاريع لذلك يعني أحب حقيقة أن أرسل رسالة طمأنة لأهلنا اليوم المهجرين لأهلنا النازحين يعني اليوم أكثر من 85 ألف شخص لا يزالون تحت أشجار الزيتون ما هي هذه المنظمات سيد خليل؟ ما هي هذه المنظمات إذا كانت المنظمات الأمريكية قد أوقفت الدعم منذ العام الماضي والآن المنظمات الأوروبية تحذو حذوها؟ يعني أستطيع أن أقول مؤسسات ألمانية بشكل أساسي والخوف حقيقة عادة يأتي أنه عندما يكون هناك مؤسسات ألمانية كبيرة توقف الدعم يتبعها مؤسسات أخرى قد تكون فرنسية ومؤسسات الاتحاد الأوروبي وأحيانا بعض المؤسسات في بريطانيا وبالتالي قد لا يقتصر الموضوع على توقف الكتلة المالية وتوقف الدعم المقدم من المؤسسات الألمانية فقط طيب تحدثتم أيضا عن حملة مناصرة منتظرة من أجل محاولة تأمين الدعم ما الذي تقصدونه بحملة المناصرة هذه؟ هل هناك منظمات مجتمع مدني أو بعض الجهات المدنية من الممكن أن تضغط على الحكومات لعودة الدعم الطبي لكم؟ نعم طبعا لدينا نحن شراكات مهمة جدا مع منظمات المجتمع المدني والمنظمات الطبية بشكل عام التي تعمل في منطقة شمال غرب سوريا ولدينا الكثير من القنوات المفتوحة مع الكثير من الدول حول العالم وبالتالي سوف نستخدم كل القنوات من أجل عودة الدعم أو حقيقة من أجل إيجاد مانحين جدد لسنا متوقفين على مانح واحد أو على جهة واحدة وإنما سوف نسأل تأمين بدائل والبدائل الأولى والحقيقية بالنسبة لنا هي بصراحة كوادرنا الطبية صاحبة القضية إذا تحدثت قليلا عن التاريخ منذ بداية الثورة وحتى يومنا هذا كان هناك العمل على المستوى الإداري بشكل تطوع لمدة 6 سنوات يعني أستطيع أن أقول أن بداية التنظيم الطبي في إدلب حصلت في شهر 11 2011 من خلال المكتب الطبي في مجلس قيادة الثورة ثم الهيئة الطبية لمحافظة إدلب ثم مديرية الصحة منذ شهر 11 2011 وحتى شهر 7 2017 كان العمل تطوعي وبالتالي نعم لدينا بدائل حتى بدائل محلية لدينا بعض الموارد المحلية ولدينا إيمان كوادرنا بتقديم الخدمات الطبية فدائما نحن نقول أن مديرية صحة إدلب هي مؤسسة ولدت من رحم الثورة وملكية هذه المؤسسة هي للمجتمع وبالتالي طالما أن المجتمع موجود في هذه المنطقة هذه المؤسسة سوف تبقى موجودة وتقدم الخدمات هي خشية ربما يعني من الموارد والتجهيزات وما إلى هناك وليس فقط من الكوادر الطبية سيد حلاج لتركيا نفوذ في هذه المنطقة هل تعتقد أنه بإمكانها تدخل بشكل أو بآخر أو التمويل لسيما عبر المنظمات التابعة لها التي تعمل في مناطق محادية نعم بالنسبة لعمليات التمويل من قبل الجانب التركي هذه العمليات موجودة لكن بشكل عام غير كافية لسد النقص الكبير التي تغطيها المؤسسات الصحية الموجودة في شمال غرب سوريا يعني أنا اليوم أستغرب من قرار صادر عن منظمة من خلال ربط القرار الإنساني في القرار السياسي في أي منطقة عاملة كوادر إنسانية أو كوادر عمل صحي أو غيرها يعني اليوم نحن لا نقول أننا الشعب السوري أو السكان المدنيين في شمال غرب سوريا أو الكوادر العاملة في المجال الإنساني لا تعمل بشكل تطوعي لخدمة الأهالي المدنيين أعطيك مثال كفريق منسق الاستجابة يعمل بشكل تطوعي بشكل كامل وهذه ليست مشكلة لديها أو خلل وهذا الأمر يطبق أيضا على المؤسسات الصحية وكما ذكر الدكتور منزر يمكن الكوادر الصحية إيمان الكوادر العمل الإنساني في المنطقة سوف تقدم خدماتها حتى آخر لحظة من خلال هذه العمليات الحاصلة في الوقت الحالي أشكرك شكرا جزيلا محمد الحلاج مدير فريق منسق الاستجابة كنت ضيفي عبر الأقمار الصناعية من أنطاكيا وشكر أيضا موصول ضيفي من غازي عنتاب منظر خليل مدير صحة إدلب وأنا أتمنى لكم التوفيق في كل مساعيكم مشاهدينا المزيد من الأخبار والمعلومات على موقعنا الإلكتروني ترجمة نانسي قنقر